موضوع السجاير البعض ممكن يتعامل معه لأن إيه يعني يا أخي ما يرفعه أسعار السجاير ويتعامل معه بأنها سلعة عقابية يعني كل ما تزود فيها آه يستحقه العقاب شربه السجاير يعني مش أساسيات مش سلعة أساسية من سلع الحياة فرفع أسعار السجاير البعض بتعامل معه كده لا أنا بقول إن السجاير بسبب الإحباطات المعاشية الكثيرة وبسبب الهموم والمشاكل الناس بتنفخ فحتى مش عايزين الناس تنفخ فيعني السجاير لا هي سلعة من السلع اللي أصبحت مرتبطة بهموم المواطن يعني عايز يطلع كل هموم وفين ينفخ في السجاير أو في الشيشة كمان المعسل زادية لكن بعض الناس يقولك أولا السجاير بتؤذي البيئة تؤذي صحة المواطنين كل ده نعم أنا معاك فيه يعني لكن ما أكثر ما يؤذي في حاجات كتير بتؤذي بيعملها الكبار وهي سلع الكبار فقط وما يعني لا تغضع لنفس المعايير والمقايز أنا بقول ده لأن في انقسام بين وجهتين نظر تقول لا يعني محدش يكلمنا عن أي ارتفاع في أسعار السجاير ما يش مش العيش يعني مش الخبز مش الزيت والسكر مش الأنبوبة البتجازي يعني مش الدوى ده بالعكس ده هي يعني داء لكن في وجهة نظر تانية تقول في ظل الإحباطات المعيشية الكثيرة وفي ظل المشاكل المعيشية والاجتماعية المتعددة الناس بتزود كميات السجاير اللي بتشربها بتنفخ بتطلع ما بداخلها يعني طيب حنشوفه جاتي النظر لأن ارتفعت أسعار السجاير احنا ما كنا بنناقش معاكم كمان قانون التأمين الصحي في جزء متعلق حيحمل على سعر السجاير يعني فيه مبالغ اللي حيتم تدبرها لتغطية التأمين الصحي في جزء كمان بالسجاير وفيه بسلعة تانية كتير يعني طيب حسأل معايا على الهاتف دكتور محمود عطية عضو مجلس النواب وكمان معايا دكتور محمود أهلن بيك أهلن أسعار أهلن أسعار النائب عبد الحميد كمال يا أستاذ عبد الحميد أهلن بيك أستاذ عبد الحميد أهلن بيك أستاذ وائل أهلن بيك ومعايا كذلك المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب مهندس ياسر عمر أهلن بيك أنا أستاذ وائلن بيك خليني أسأل والأستاذ محمود العسقلاني معايا أيضا رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاع هتقولوا كل ده عشان السجاير ما أنا قلت في المقدمة تعالوا نشوف إزاي السجاير حتى مهما كان حجم الآزة سواء بالبيئة أو بصحة المواطنين لكن اللي بيشربوها يعني هتلاقي إنها مش سلعة أغنياء ولا سلعة فكرة هي سلعة الجميع أستاذ عم حميد كمال في البداية كعضو مجلس نواب موقفك إيه من ارتفاع أسعار السجائر والمعسل تفضل أولا أنا النهاردة رفضت زيادة أسعار السجائر والمعسل من حيث المبدأ لأنه في الآخة الثالث الجاية في الورع التقرير اللي متقدم الندوة عشان نزوج موارد الدولة وزيادة موارد الدولة بهذا الشكل وبهذه الطريقة طبعاً الناس بتحمل أعباء شديدة جداً جداً أعباء خصوضية اقتنعية بسبب غلاء الأسعار وإن لما بتغلى السجائر أو بتغلى سلعة بتحرك جنبها سلعة أخرى الحاجة التانية أنه الحكومة في خلال الفترة اللي فاتت دي خصوصاً وزير المالية ووزير البترول أعلنوا خلال الأيام اللي فاتت دي أنه لا زيادة هذا العام على هذه الأعباء أنت ك الحكومة عايز تجيب موارد عندك وكلامي كان لوزير المالية بالتحديد عندك موارد أخرى من المتأخرات الخاصة بالدرائب وعندك من المتهربين من الدرائب وعندك أوعية كثيرة إنما القيمة المضافة النهاردة بيتكلموا عنها كأنها إحنا معنناش منها الفترة اللي فاتت المواطن المصري والمصمعين والمنتجين والعمال وكل فئات الشعب عانت من الضريبة المضافة هيقول لك يا أستاذ عبد حميد إنها يعني ما هي سلعة لو أنا عقبت المواطن بسبب أنا مش بعقب إنه بشربها ده أحسن يعني الموارد عندنا كثيرة وعند وزارة المالية كثيرة فلتبحث وزارة المالية على المتهربين من الدرائب فلتبحث وزارة المالية خليني أسأل الأستاذ بحمود عطية وفي الآخر أنا بقول يا رئيس بعد إذنك إنه إحنا في الآخر قال السجال لما بتزيد بتزيد الأعباء على المواطنين بشكل عام إحنا بد إحنا بدنا بد إن الحكومة تبحث الموارد خصة بالسمرات خصة بالصناعة خصة بالزراعة خصة حتى بوزارة المالية الليها خليني أسأل أستاذ محمود عطية دكتور محمود عطية عضو مجلس النواب دكتور محمود لماذا أنت متحمس لرفع أسعار السجائر والمعسل تفضل والحقيقة أن أنا مش بالثالث متحمس هو كده كده الدولة بتحتاج موارد لتفحيح أو ضحة من ناحية التعليم مصطحة ده يجيب موارد كام يا دكتور محمود سمع وزير المالية بتكلم عن من من أربعة لتمانية مليار حقيقة أن هي فعلا من ما يقلش عن أربعة مليار ومش تتجد عن تمانية مليار ده على حسب الشريحة الأولى اللي كانت دخلة في الخامسة وسببين أرشا والشريحة الثانية دخلة في سنين الحقيقة أن احنا بيتكلم برضو طول الوقت وإحنا بيتكلم من نقطة على زيادة الأسعار كانوا بتخوفوا من زيادة الأسعار في السلع والخدمات والبترول والكهربة وخلال وكانوا بيقولوا ساعة الزيادات دي زودوا الزيادة على اللي بيشربوا سجاير والمعسل والخمور وخلاله يعني ويحطوا عليها بريبة اللي انت عايزينها واللي عايزي بصاحب يعني بيشرب وصاحب مزاجه وكده يدفع والحقيقة أننا ما كناش واخدين الاتجاه ده وقت انا مش فاهم الناس بتزعل لما نزود حاجة لا بس روها وفي حد قال كده انت بتعتبر أن السجاير سلعة أغنياء لا أو سلعة يعني يجب أنه عاقب من يشربها ولا عاقب اللي خلاه يشربها كتير كده لا لا بس احنا مش عايزين نتكلم على موضوع فقراء ومشربها كتير من ايه يا دكتور محمود يعني الناس بتنفخ لو سمحت الناس بتشرب السجاير الاغنية والفقراء فقراء بيشربوا سجار وسجارة واشيكشة وخلاب وكل انواع الشاش المطلوب والفقراء بيشربوا كمان سجاير متعدد يعني مش عايزين نقول الموضوع سغير وغني لعين السجاير بيشربها السغير والغني وملهاش حلاثة خالص من بتنفخ لعين الاغناء بينفخه والفقرة بينفخه والعالم كله بينفخ لكن السجاير في الاساس ما تقالت مزاق خلاص ندي الفقراء كتير كتا ما بيشربوش وفيه فقراء بيشربو وفيه من الاغنية كتير كتا بنشربو وفيه من الاغنية ما بيشربوش واخن مش عايزين نتمافها غير وفقير عشان ما يبقاش طيب انت شايف انها مفيدة لتنمية موارد الدولة وحتجيب زي ما قاله زي المالية من اربعة لتمانية مليار جنيه مفيدة كمان للصحة العامة وفيدة للناس اللي هتقال للسجار زي ما الناس قال للي استهلاك الكهرباء واستهلاك الغاز واستهلاك المية وللترشيد ايه المشكلة انها بتزاعد على الترشيد السجار طيب استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية موطنون ضد الغلاء قول لي تعاملت ازاي مع رفع اصعار السجار والمعسل فضل اولا خليني اقولك اصعار السجار هو امتنع الناس على السجار الناس هي هي عدد المدخنين في مصر بيزيد ما بيقلش يعني فكرة انه اذا كانت الدولة حريصة على صحة الناس فبتزود اصعار السجار عشان الناس امتنع او تقلل من السجار انا اتصور ده كلام يعني افلاطوني خالص والحكومة بتعملهوش والحقيقة الحكومة عملت حاجة مهمة جدا ويجب التأكيد عليها ويجب ان احنا مشيد ديها الحقيقة انه بعدت عن يوم الخميس يعني الزيادة دي النهاردة حصلت يوم الثلاث تمام الناس كانت خلاص وصلت لمرحلة انه عايزة تروح مسحة او مستشفى امراض عقلية بسبب يوم الخميس وعملية الطب اللي كانت بتحصل يوم الخميس لما النهاردة احنا بنتكلم في يوم الثلاث وده تغير في الحكاية الزمنية اللي بتستهدف الحكومة منها انها تعكمل على الناس السجاير يا سيد وقل بالبلد دي كده الستe بتاعت الجرجير اللي بتبيع جرجير لما تيجو تكلمها تقولها انت زودت ربطة الجرجير ليه تقولك السجاير زادت طب يا وليه انت بتشرب السجاير تقولك لا الان ما بشرب السجاير بس الفلاح اللي بيزرع الجرجير بيشرب سجاير والسواق والراجل اللي بيحش الجرجير وبيربطه وبيكسله في الترعة وبيحطه في المشن يعني فلما تزيد أعباؤه هيحملها على السلعة يعني وبالتالي هو تكلفة الحياة لما بتزيد عليه فتكلفة الحياة دي شاملة المواصلات والأكل والشور والسجاير والسجاير دي رقم ورقم مش قليل لأنا على فكرة ما بدخنش بس أنا حاسس إنه أي حاجة السجاير دي سلعة قائدة عندما بيزيد مباشرة تلاقي مليون حاجة زادة هتلاقي فيه أجواء كده من الزيادات الواحد اتخرق من فكرة لازم يتشاف حل بعيد عن ديوب الناس الغلابة أي حل في الموازنة العامة للدولة فيه ناس في البلد دي مش عايزين يدفعو الناس اللي مش عايزين يدفعو المتقعفين احنا عندنا في مأمولية كبار الممولين أكتر من 150 مليار الناس المتقعفة عن السادات دي ما تسدد ما فيش حال دينا 2-3-4 ميل جدس يساعد البلد دي لغاك لما تعوم وتعدي من حالة الاختناق اللي احنا فيه هذا البلد من الممكن أنه يتطور رايح لخير هذا البلد رايح للتنمية وممكن يبقى بلد كبير وبلد عظيم عندنا برامج تنمية مستقبلية ممكن تنهي أزمات البلد لكن أنا كله خوفي من أنه الناس الغلابة دي تصور في الأزمة دي ما احنا عملين نضرط 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 وبعدين بعد الضغط لازم حتى يتنفس عنها مهندس ياسر أمر هنا السادس محمود العسقلاني وجهة نظروا الناس بتئيس لما بتغلي سلعة فبتقول لأي حد يعني هو هي السجاعة كايت بكام وبايت بكام يعني هنا بترتفع أسعار سلعة تانية انطلاقا من ارتفاع أسعار السجاعة بالإضافة إلى أنها يعني ليست من السلعة اللي بيتعامل معها المواطن الآن على أنها سلعة اختيارية يعني بسبب ضغوط الحياة بيتعامل معها لأنها سلعة إجبارية رغم الأزى الذي يلحق بصحاته يعني تفضل أولا تحياتي لأستاذ محمود والحج عبد الحميد والدكتور محمود الزملاء العزاء بصدر أستاذ وائل عشان أمور تبقى عضحة جدا قيمة الضريبة اللي زالت على العلبة اللي ثمانها أقل من 18 جنيه النهاردة كلها 75 قرش وقيمة الضريبة اللي زالت على العلبة اللي أكتر من 18 جنيه لغاية 30 جنيه 125 قرش عشان نقول الدنيا محددة إيه الزيادة اللي حصلت النهاردة ده اللي حصل بالزبط آه بس دي الضريبة طب السلعة نفسها إذا كان وزير المالية مش عارف السلعة هتزيد بقام السلعة نفسها يعني أنا غاية دوقتي مش عارف وقال إن الزيادة هيتم تطبيقها من الحكومة الحكومة ما بتحددهاش دي السلعة بتحددها الشركات المصنعة للتجار اللي هم أربع شركات في مصر طيب مو مين قال لك إن الجنيه ده هتطبقوا جنيه يعني أنا اللي بقول لك الضريبة اللي زالت النهاردة اللي احنا اخذنا الموافقة عليها هي من 25 قرش بالضبط يعني عشان أمور تواضحة وموجهة كلها للصحة والتعليم يعني يعني موجهة فين محددة الصحة والتعليم طيب والمعسل زيادة كام؟ المعسل حضرتك كان الحد الأدنى بتاعه 16 جنيه بقى الحد الأدنى 20 جنيه يعني 4 جنيه للكيلو آه طيب لكن حتى الآن ما تقدرش تشوف تقول الزيادة لكن بقى بقى الحد الأدنى في زيادة انت مش عارف هي هتصل لكام لغاية دلوقتي أنا طبعا أنا أعرف الضريبة اللي احنا فرضناها النهاردة لكن طبعا الشركات اللي بتعبوله الشركات ده احنا ما ندخلش فيه طيب وهنا انت ما بتقولش كده مهند سياسر إن السيائر بسبب ضغوط الحياة يعني سلعة عند المواطنين السيائر يعني نسبة جيدة من البلد بتدخل سيائر حتى هنالك ده نقول إن السيائر دي للأغنية بس والفقر لا لا للبلد كلها بتدخل سيائر لو قلنا 50% على أقل في البلد بي دخلوا سيائر بس يعني لما نحسبها وقد ده حضرتك 95 إرش في القلبة لو واحد بيدخل له قلبة في شمين ولا حاجة يعني كلها 30 إرش أظن 30 إرش نهاردة أخذلك يعني كاقيمة سوقية للفلوس لا 30 إرش إيه إنت بتقول الدريبة 75 إيل 75 إرش على قلبة الأفترض واحد بيدخل العلبة فيه على يومين لا يومين مين يا مون بيدخل العلبة في اليوم ده مفتري يومين مين انت فيه مفتري اللي بيدخل العلبة ناس معدل النفخ في الحياة اللي وقت عندها 3 عيلة طي بشكركم جميعا في كل أعوال ده حضور موضوع عشان ما نبقاش لكن زي ما قلتلكم فيه ناس هتعمل معا الدولة عايزة فلوس وفيه ناس ثانية هتقول انه طيب كله من جيوب الناس السجائر ما تسيب يعني ما تيجي نعاقب بيشربها لكن السجائر عند قطاع كبير من المواطنين عند القطاع الأوسع سلعة تنفيسية تنفيس وسيلة تنفيس عن ضغوط وأعباء معاشية وانا مش من اللي بشرب سجائر ولا بحبها يعني مش دل هذا لكن انت بتشوف قياسها في السوق وبتشوف السجائر ماذا تمثل في أوساط المواطنين وارتفاع سعرها خاصة كمان زي ما قالوا ان التأمين الصحي زي ما قلتلكم هيبقى فيه في رفع أسعار السجائر يعني نقشناها بكل وجهات النظر وارتفاع